اشتركوا في القناة 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 أنه دائماً من الأصل يكون منكازة. لذلك من إفران وجدتنا بلوزيك لأنه في مدينة إفران مدينة صغيرة. ويكون صعيب على أن ابن ندم يلعب فيها كرة القدم. فهو كأنك البارد وذلك. ومن غير ذلك شيء معرفة بأن أصحاب البريبارات في ذلك. نحن نسبة الأكسجين قليلاً. فهو كيف يتعاون الاسبورتي ويتحمله ويشبه العدائين. وكما قلت لك إفران وأعرف فهمتك. في أي مدينة إضافة الكاميرا كتبال لك. كارث بوستار. كيف المدريب الناخيب الوطني؟ هل تكتبوا هذه السلسلة؟ لا، صراحة لم أتتتتتت. أصلاً لم أتتتتت أحد أحد أحد. حسناً. سلامة إسبيران. كابتون حجيبة وقعلاً وقعلاً. لكن كانت مخاصة مع أحد يلاعبوا. لكني كنت أعجب شيء. واناً مخاصة مع أشياء شكلة. تكفى مع شنفتين. هناك أحد ممكن أن أقول له بقراءة مزدوجة. صراحة في القشبه. فش بش أنا ودريس و بوشرة ما بغناش ناخدو شي انترينر كم ريفيرنس بنينا على البرسوناج وعلى الباكراوند اللي عندو سكيفي ما ما خديناش معنى شي واحد ولا شي واحد من وحي الخيال كما كيقولو وحي الخيال وحي الخيال ودريس شنو كتقول فيما يخص الحدود دي المنتخب البطاني والمجموعة اللي جافعها في المونديال دي القطر رب وموخس ميتقاتلوه ميتقاتلوه صافي زع ما اهم حاجة وميتقاتلوه بخير وش يتأهلوه ميتأهلو زع ما احنا موالفين وكنتا اهلوش ولكن يتقاتلوه هذا وقهم حاجة اي حيضو حاجة وحده وبدو حيضو شوية نقصو شوية الحساسيات دي المالو صافي بغموانا خص الحمدلله يكون يكونو اي واحد مغريبي يخص يكون عندو الحد انو يلبس القميص صافي لا ان شاء الله كي الخير كما كيقولو كندا بلجيكا كرواتيا صافا مميم صافا ايضا لا انا جاني الجروب صعيب بلجيكا كرواتيا يبقى احسن مليو كندا اللي كنقولو راعيانين تاو ما وقعلك يقولو لنا راح نمشي شي حاجة يعني مميم تقاتلوه شعينا لعبو مزيانو بنا تقاتلوه ان شاء الله يكون خير اكيد بالتوفيق وحنا دائما وراء الاسودات نتمنى تأهل ونتائج ايجابية نتكلمو شوي على البرامج رمضان ونمشيو للمصر والعالم العربي فين دائما كيبرز واحد الاسم اللي كيرجع في الكاميرات الخافية والمقالب واللي هو راميز جلال كيرجع وكيجيب مع واحد البطل والجديد هذا العام هو انه كين راميز جلال وكذلك جون كلود فاندان امكانيات ضخمة بيجي كبير وكذلك ضيوف دائما متميزين في هاد المقالب ديل راميز جلال كلمة على هاد الكنسبت اللي كرجع كل رمضان واشنطو ما فان او شوية كيبقى زوين راميز جلال كيزعم اللي مزعم بيال السوق دائما كنشوفوا كين امكانيات واعره بزيف هادار فاد الموص��ه بحل ماض ماكس داك شي خطير وفان ضام معه يعني يعني مكيش علش ما تنجحش ومريقل مريقل كنت تفرج وايجا صراحة ما كنت تفرج لياما تلاولا كنبغي نجمع لنا كنبغي نجمع الحلقات كنجمعهم بالليل ذاك شايلة لا يوجد أفضل الوصول عندما كان لديك المواياً، عندما تستطيع إعطاء المنتوج يجب أن يكون مختلفاً هناك شيء يجب أن أرى التعليق مثل كاميرا مثل كاميرا مثل كاميرا لا أعرف ما يحسب هذا الوصول هل فكرت أن تفعل هذا الوصول تقريباً؟ تقريباً أو تقريباً لا يوجد نفس الوصول ويجب أن نقوم بحالة الإمكانية لا يوجد نفس الوصول نعرف أن نظفها في شيء ما نعرف في حالة شيء ما نعرف وصافي في المغرب، كيف يكون محاولة في كاميرا؟ صراحة مع مرة ما فكرنا في هذا القديد كاميرا كأشي مع مرة ما جاءتنا قاعدة وعدها وطريقة محصص الداري وصراحة، نحن الآن لا نستطيع الوصول كما يجب أن يجب أن يجب هذا الأحسن وليس يجب أن يفعله نقاوف القديد من موفي ستار ونجاح مثلاً فيلم تلكم 30 مليون تبارك الله عليكم وإن شاء الله نتمنى أن تكون لديه حياة ثانية 30 مليون أيما على منصات أيما في التلفازات وفي انتظار الجديد قبل ما نتكلموا على هذا الشيء كامل أنا تخيلتكم وصلتوا إلى العالمية وليس كتديروا أفلام فيها إنتاج ضخم وإن كتشفوا مثلاً دريس شالوح نصوروه في جيمس بوند أسمى بوند جيمس بوند أسمى بوند جيمس بوند كنم يصدقيا نعم شعر الله ولكه جاء معك الكوستيوم جاء معك الحطاء ميناميز دريس مريقل مريقل وعليش الله نشع الله نشوفه دريس هذا عاليا وخاصي ديكي تقول مريقل ويوقت أنت واجدنا لكتريقيل تلك وتخيلناك السيم هدي ممثل بطال فيلم أكشن بوليوودي يا سكايبي ليومش و لكنيرجيو لأنك كلابس ر spindle لكن لدينا قاسح لا lavender تم form مشاعقوا روا أسامة كي نعليه من قاعد لا وما يصطيش وبشع كوكا هنا كنا كنا نقرأ ماما برشولات صورة صحابي دي الكنسيرفاتور هذه الناس اللي ما عارفين قرنانا مع أسامة وهذه كانت واحدة مصرحية 2007 أو 2006 هذا مصرح زفزاف ايه كانت واحدة مصرحية من هنا كانت بحلقة البدايات بسرحية الأدابتاتات من عضاك موليير شكرا على المفزاة لن ترى الضيوف المفزاة سيغفلوني تاهمة بشي نرجع لعند الفيلم 30 مليون ما العنوان مع عشرات المليون دي عجي ما سمعت عشرة المليون دي الكوميدي شكرا على المفزاة شكرا على المفزاة حتى الآن ممكن يقول لك أشدر شي باعة حيث كان يصار عشرة فعشرة فعشرية ثلاثين ما كانت علاقة 30 مليونة لن تريد الفيلم لا علاقة مع الكوميديا ماذا بعد ثلاثين مليون لم تكن من أجل لم يتفعوني فعشة شكرا على المفزاة لن تجربة نحن نتفعوني المفزاة ونحن نتفعوني ونحن نتفعوني ونحن نتفعوني نحن نتفعوني نحن نتفعوني نحن نتفعوني نحن نتفعوني ونحن نتفعوني وكيف كانت تجربة أكسيانكم لأنه عندما تكون معايير كينا لا بصراحة لا تعرف لا تعرف حتى نقول شيئا كما طلبتكم من ناحية المفزاة نعم أنا أحكمة السيلي أحكمة لا أظن ما يتقوني لكني أحكمة أنا أحكمة شيئا وعندما أحكمة نحن نتفعوني نحن نتفعوني ومعرفة أن الفيلم يخرج لا تقوم بها لكن أنت تتفعوني بلاد يمكنك أن تكون أنت تفكر في الأوتو بخد نحاول أن تتفكر في الأوتو بخد عارف ما سهلاش يعني بجدير فيلم بالمعايير المحترمة ولي تحترم المشاهد ويتكون شوي لك علي تيك من يموم واحد يعني واحد لجهة المليون للدرم ما سهلاش تحطى بحلقة من عندنا ولكن كنحاولو كنحاولو دابا باش نديرو شي حاجة عبتان اللي تعجب الجمهور كما عجب فيلم 30 مليون وشي حاجة اللي عائلية وليت نحن كنحاولو شي حاجة اللي عائلية ويدوز وقيتها زوينة يعني وخايت بعت 30 مليون ماديش توفروا الفلوس الكافية من أجل الإنتاج اللي عام ماتخاش جديد لحن دابا اللي عام ماتخاش جديد يكلف كثير من الفيوم 30 مليون يكلفوا يعني بحلقة الدوبل أو التريبل داكو 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 وعليش فكرتو دجا في الدوزيم ودخوزيهم باينتلونسهم في نفس الوقت أو لا دوزيم دابا وعد دوزيم ودخوزيهم على حسب السيناريو كنشوفو عبتاني على حسب الموجود إمكانية اللي عدنا باش نديرو صواء هذا صواء هذا باش يبقى لنا بقى لنا نخطيئ أنا عارف أنه يكون في شوية دي للاكسيون وشوية دي الكوميديا واش ممكن تحكيلنا بوجيه لا قبل ما نحرقوا بطبيعة الحال السينوبسيس دي لهاد الفيلم جديد المستقبلي دي لكو باك الصراحة الفيلم هو كينين صراحة جوج أفلام كين فيلم اللي غادي ان شاء الله يخرج في السينيما وكين الفيلم اللي غادي ان شاء الله تهو على قناة الأولى اللي غادي نصوروه ان شاء الله مورا رمضان اللي غادي ابقاها بوحدهم في الكرة الأرضيا ليرجال يعنيologies غادي اغلיפ مات يعني الحالي ужيالكا مرتبعو إليهم مشاكيل وذلك شيء ممكن مينلا لدي شوية مضاواق يعني كامل ضحك كامل ضحك كامل لأنه يوجد ضحك في شعرت الأخير سوف نقوم بعمل هل أعطيتك بشعر في الفيلم أو لم تكن أسرع؟ لا أعطيته أعتقد أنه يكون مخصصة من تلك مخصصة ومخصصة مخصصة مخصصة إنه مخصصة معروف ومخصصة من مخصصة 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 ويبدأ يسمع الصداع ويحل ويجب أن يكون مخصصة وبعد ذلك يكتشب أنك سيدره العام معروف ذلك ويقول لي بأنك ترى قتلك ويقول لي بأنك ترى قتلك ويقول لي بأنك ترى قتلك ويقول لي الجنازة دياله ومخرج يكون هو رابع؟ رابع شجيد على القناة الأولى في الممثلين طيب الحال عندكم أكلمتكم باش تختاروهم كيف تخطوك معيار أن الفنان أو الفنانة يكونوا عنده بزاف ذي الفولورز على الإرساس سوشيون؟ وهو على حسب يجب أن يكون أول شيء يجب أن يكون أكثر يعني هذا الممثل سيأتي معه وهذا قد يكون من الأخرين الفولورز ووش عنده الكبير وهذا قد يكون أكثر ولكن هذا القناة لا يجب أن يكون جامع هذا الممثل ويعرف أن يأتي الصدق على حقه وطريقه وكيف تكون أكثر من الفقراء وكيف تكون أكثر من الفقراء لأنني أريد أن تكون أكثر من ممثل ستاديا كيف تفعل؟ أنا أعتقد أن هناك أحد يوجد أربعة المليون من أجل من الأجل يجب أن تضعه في الضوء الذي لا يكون أكثر أهم شيء هو أن يتقن العمل وكيف تكون أكثر كيف تكون هذا المسألة؟ إذا كنت تتجمع عليه أجل وكيف تكون أكثر من أجل لا يجب أن تكون حساسية أو أي شيء أنا أتكلم عن هذه المسألة لأن أولاد واقع ونرىها بعد السنوات الأخيرة يوجد أن هناك حالات الحالة الأولى هي أن والشخص أو الفنانة كانت تكون ممثلة ومثلة وعندها حالة أخرى هي جديدة ومثلة وعلاقة عن قرب مع التمثيل ويأخذها بعض الإنتاجات ربما من أجل الترويج للعمل عروي، إذا كانت تصبح ذلك الثلاثة المليون أو أربعة المليون و لا تتمثل لا، تتمثل إذا كانت تصبح ذلك الثلاثة في الطب ممتازاً، لأن الخيبة لا تكون تتعرف أن تتمثل هذا أو خيبة أمام الشيء في هوليوود، إذا لم نصل لنا لدينا هنا كيف سأقول؟ نعم، نعم، نعم و نعم و نعم معرفة لتصبح أولاد المتابعة مغربية وكذلك مصرية مثلا هينيدي شنو تقولو علي بحكم انكم دجا صدفتو وحاورتوه كلمة علي هينيدي وعر وعر بزاف سي يعني بدنا كنتفرجو في من من احنا صغار كي انسبيرا جنراسي وعر زعما فنان متكامل وتال الشخص ضريف متواضع زعما الطب حاصلوا واحد يشبهوا على المواقع للتواصل الاجتماعي كده حكتوا في الحياة الاصلية دي كده حكتوا كده حكنا معا قبل ما بدأوا البرلاني ممكن دريسو مهدي يقولوا لنا على ياسين زيزي ياسين زيزي البدايات دي الكوميديا بقى عقل كنا كانوا اذوك لفوس بوب دي الكوميديا الشو اذوك الوصالات الاشهارية كنا كانت جمعوه مع ياسين ومع جواد الكرويتي كانت جوني تل الرباط وكان دوزو سيمانة جو سيمانات ونحن كنكتبو فيهم يعني سوفينير زوين دكتور موسيقى يوسري موراكوشي ما شو تقولوا لها با يوسري موراكوشي من غير انا قد ياله من غير انا قد ياله با يوسري موراكوشي وكان جاد وصراح الفكرة دي العدي جدا وصراح الفكرة دي العدي جدا وزمان من ناحية الانتاج وحنا انا اكسبته صراحة إنسان سين بغير ارتيست وش بانس يقدر ما زال اعطي الكلمة دي العديد في المجال الفني حينت تبارك الله ارتيست دي العديد بصح باسو باني فايت لكم خدمتوا معا اكيد باسو باسو تا هو نفس القاعدية فايت باسو عشيرنا فكرتيني في هذا ناطق غير رسمي كنا في البيرو وكنا لم تصوروها شو تصورت بدأت هكا وكنا تعدوا الفكرة وحنا طلعنا وضايق بدينا ادوك الاسئلة احنا اللي كنا كنا نسؤولوه وبس صورة اخونا وحبيبنا وشينا بغمين الناس اللي في الدومين كامل يقدرنا نقلق لي متقرب لنا بزاف الدومين لحقاش بسحك يجعدنا لدارنا وكنش عنده لدار وذا ما عدنا واحد العلاقة شوية جيدة 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 اخر اسم معنا نبي العاطف شنو ممكن جيقوله لنا لا سي نبي نبي العاطف نبي العاطف هو كيبان معقول شوية لكن انا نقول لك واحد تخاصي عنده سيكلكن يكون في القويرة ويقول له ويقول لك انا نبي العاطف ويقول لك لا ويقول لك ويقول لك ويقول لك نتمنى لكم التوفيق شكرا وكذلك في السبكتاكل وفي الأفلام في رمضان ومن بعد رمضان ومن بعد رمضان ان شاء الله ستكتاكل جديد 50 سن هذا 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 جديد حاولنا نجده في السبكتاكل رمضان مبارك سعيد والله يدوز عليكم ويقول لكم المغاربة بعد عامين لم ندوزنا رمضان بحلقة نخرج من بعض القهوة ونرى التراويح ونرى عائلتنا وكذلك صحة المغاربة وصحة دينا ورمضان مبارك سعيد على هذه النواطة الإيجابية وزيونها لختم حلقة اليوم تلاقوا غدا وما تنسوش تفرجوا في ريبلاي في الإعادة على ميديان تيفي بوين كوم وكين الموقت طفات كذلك وحوارات ديال باتشورك رمضان على يوتيوب شهلا وفراسكم شكرا للتاقم تقني والفني شاهية طيبة مسبقا وبينتنا باتشورك رمضان اشتركوا في القناة